شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا توحيد لا إله إلا هو والملائكة أي شهد بهذه الشهادة وأولو العلم قائما بالقصق لا إله إلا هو العزيز الحكيم والآية دي أجمع فيها رد على طائفتين من الناس الطائفة الأولى من عامة الناس الذين يعترضون على دعوة التوحيد بأنه لا يوجد شرك قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو لمن جف الملائكة قال والملائكة كلهم لمن جف البشر قال وأولو العلم ما قال والناس لأن في ناس كتار ما بيشهدوا الشهادة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون الطائفة الثانية جماعة ناس من المتفلسفة ومن المثقفاتية ولكن نحن ناس مدعلمين وقدت ما عندكم شغل بفقه الواقع ومشاكل الناس ما شغالين بها والواقع وكذا وكذا دارينك تخش في السياسة وتخش في السياسة تخشع أوراء يعني تخش تلوي أعناق النصوص لتوافق هواك أنت الله سبحانه وتعالى وصفها للعلم ديل الناس اللي يوحد الله سبحانه وتعالى وأولو العلم هم الذين شهدوا بهذه الشهادة فكل من شهد بشهادة التوحيد فله علم له علم وكل من لم يشهد بهذه الشهادة فهو أجهل خلق الله وإن جمعت له أصناف المعلومات وليس بعالم عند الله سبحانه وتعالى شكذي قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون فهذا هو أعظم ظلم وهو ظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي جرنا لهذا الكلام أن الناس للأسف الشديد يطالبون بحقوقهم ولا يطالبون بحق الله سبحانه وتعالى بل لا يهمهم أمر حق الله سبحانه وتعالى أبدا لا يهمهم إلا من رحم الله منه الناس أسلوا مرض نفرين بر الشارع لقوا زول طعن لما مات قدامه يمكن شهر يتكلم به قال الله طعنه شفت به في الظلمة لما اندمه مات عديل لقوا زول طعنه عديل مع أنه لو مشه بالشارع الثاني سمع له مرة عترة قالت يا مكاشف القوم الحقنا يا كباش يا صايم ديمة ما بيتكلم به دقيقة أبقل لك في شرك بي جاي والشرك عند الله أعظم من شنو من الكتر لو ختفوا منه جنيهين بس راكب عربات العربي جاي بس في جنيهين مراكة كتر لما فيه معلم بي جاي ختفه و جرى ديمكن هاي جال حافلة جت ختفه يا أخلا شفت ختفه وسكونا سفت رزاته لو ما قلهم باسطة بعشرين كملوه في جنيهين والله الذي لا يلا غير حق الله من جنيهين حق الله يختفوه يشيله سائزة يشيله بي جاي و بي جاي و بي جاي ولا أبهمه قل لك خليهون يا زول قبيلنا قاعد والله الذي لا يلا غير فيهم درمان دي ما شهد هناك جنب الطرمب محل بكب زيوت و كذا و كذا جا واحد بتاع ركشة كب زيوت واحد جنبه ده غضب واحد فيهم غضب التاع سبل دين طوال دين والله الذي لا يلا غير قلت لانا دار عارف الزول ده غضبك الدين ده زنبو شنو الدين ده اتجاه غضبك زنبو شنو يعني اكفر بالله هذا هذا ما ذاته بجبلانا الصف هذا مفروض يكون ما بذاته يعني بسيب دين في زول غضبه بس هبش و هبش ولا ضرب ضرب ولا كذا اشتركوا في القناة